في الهند حصل الباحث إبراهيم عبد المسلماني على درجة الدكتوراه بامتياز في الأدب الإنجليزي من جميع اتباب الصاحب الهندية عن رسالته الموسمة بصراع النوع والهوية في مسرحيات الكاتب النرويجي هنريك أبسن وأشهدت لجنة الحكم المناقشة بجهد الباحث في رسالته مؤكدة على أهميتها ومشيدة بقدرة الباحث في الدفاع عن رسالته بكفاءة واقتدار